اولادي وبناتي طيب طالبات الصف السادس الابتدائي اهلا بكم النهاردة هنبدأ مع بعض الوحدة التالتة بعنوان مكونات الغلاف الجوي اول درس عندنا اسم غاز الاكسوجين تعالوا مع بعض الاول نعرف يعني ايه غلاف جوي غلاف جوي يعني مجموعة او خليط من غازات الغازات دي هي بتحيط بالكرة الارضية طب ليه هي بتحيط بالكرة الارضية ومنجزبة لها ليه الغازات دي موجودة حوالينا عشان ايه الجاذبية الارضية شداها هي اللي مخلية الغلاف الجوي او مخلية المجموعة من الغازات دي عاملة غلاف حوالين الارض طيب الغلاف الجوي اللي هو عبارة عن خليط من الغازات ايه هي الغازات دي بقى اول حاجة عندنا غاز النايتروجين اللي بيمسل نسبة كبيرة جدا جدا من حجم الهواء حوالي تمانية وسبعين في المية طيب بعد كده عندي غاز الاكسوجين وده غاز مهم جدا بيمسل حوالي واحد وعشرين في المية من حجم الهواء يعني تقريبا خمسة حجم الهواء اكسوجين طيب لو جمعنا التمانية وسبعين والواحد وعشرين هنلاقي كده مبقي بس في الهواء بتاعنا واحد في المية الواحد في المية اللي مبقي في الهواء ده مليا من غاز سينيوكسيت كربون وبخار مية وغازات تانية زي الارجون والنيون والهيليوم هي دي المكونات او دي الخالية الغازات اللي بتمثل الغلاف الجو بتاعنا طب يا ترى الغلاف الجو بتاعنا ايه اهميته اول حاجة بيحمل ارض من الاشعة فوق البنفسجية اللي جاية من الشمس ودي بتكون اشعة ضرة تاني حاجة انه بيساعد على اعتدال درجة الحرارة على سطح الارض يعني هو ده اللي بيزبط لنا درجة الحرارة على سطح الايه على سطح الارض بتاعتنا طيب لو جينا بصينا هلاقي الجو بتاعنا في او الهواء بتاعنا بيبقى في اجسام عالقة الاجسام العالقة دي يعني حاجات متعلقة في عبارة عن حاجات صغيرة دقيقة جدا جدا من الدخان من الدخان اللي طالع والغبار اللي طالع والغازات اللي جاية من المصانع وسائل المواصلات كل دي تعتبر ايه ملوسات للجو ومع ذلك تخيلوا لها دور كبير جدا جدا في تكوين المطر او التلج ازاي البخار دوت او الدخان ده بيعمل تكاسف يعني ايه تكاسف يعني لما ييجي بخار المية اللي موجود في الهواء ييجي يصطدم بالبخار او بالدخان دوت فيعمل ايه يتجمع ويتكسب فيتحول من الصورة الغازية بتاعته اللي هي بخار المية للصورة السائلة اللي هي ماء الايه المطر او لو الجو ساعة قوي المية دي هي تتحول لفلج يبقى الزرات الدقيقة والاكسام العليقة اللي موجودة في الغلاف الجوي بتساعد في تكوين كطرات المطر او التلج عن طريق تكسيف بخار المية اللي موجود في الهواء وسقوطه في صورة مطر طيب كده احنا عرفنا لغلاف الجوي وايه الحاجات اللي فيه تعالوا نبدأ باول غاز اللي هو الغاز المهم جدا لنا اللي بنتنفسه غاز الاكسجين قلنا ان نسبته واحد وعشرين في المية من حجم الهواء يعني تقريبا خمسة حجم الهواء طيب بيتركب من ايه الاكسجين الاكسجين ده عبارة عن غاز والغاز ده عبارة عن مجموعة من الجزيئات الجزيئات دي هي بتكون عبارة عن زرتين اكسجين مرتبطين ببعض يعني ايه يعني انتو عندكم دلوقتي الشقة كزا حيطة الحيطة دي عبارة عن مجموعة طوب صح ولا لأ نفس الحكاية اي مادة كيميائية بتبقى عبارة عن حاجة اسمها جزيئات والجزيئات دي بتتكون من حاجة تانية اصغر اللي هي الطوبة الزغيرة اللي هي الزرات اللي تبقى مسكة بقية بعضها كده عشان تعمل لي الجزيئات دي هي طيب الحيطة الكبيرة بتاعتنا اللي هي جزيئات الاكسجين اللي عبارة عن طوب ماسك في بعضه الاكسجين الجزيئ بتاعه عبارة عن زرتين اكسجين وربطين مسكين في ايه بعضهم فمنوا على سنائية الزرة وبنرمز لها بالرمز او تو او يعني اكسجين وتو يعني زرتين اكسجين ومسكين في بعضه طيب يا طرى غاز الاكسجين اللي في الجو ده جيم نين ايه المصدر بتاعه جاي طبعا المصدر الرئيسي بتاعه هي النباتات الخضراء اللي بتعمل عملية اسمها عملية البناء الضوئي وبيتصاعد منها غاز الاكسجين طب تعالوا نفتكر مع بعض اخدناها قبل كده ايه هي عملية البناء الضوئي دي عملية حيوية بيقوم بيها النبات الاخضر بياخد ضوء الشمس وياخد ثاني اكسيد الكربون من الجو وياخد المية من الارض بتاعته اللي مزروع فيها ياخد ده كله ويحطوهم على بعض يعملوا تفاعل مع بعض يطلعوا لي حاجتين هيطلعوا لي الغزاء اللي هو سكر الجلوكوز اللي بينتجوا النبات ده عشان يكبر وبيطلع لي غاز النبات ده مش محتاجه وبيطلعوا في الهوا اللي هو غاز الاكسجين يبقى غاز الاكسجين المصدر الاساسي ليه هو النبات الاخضر من خلال عملية البناء الضوئي طب تعالوا نشوف مع بعض احنا ازاي ممكن نحضر الغاز بتاع الاكسجين ده في المعمل بصوا للتجربة اللي قدامكم دي في التجربة اللي قدامكم دي هجيب اللي قدامنا دي اسمها آآ آآ اناء زجاجي الاناء الزجاجي ده هنحط جواه تحت هنا هو تساني اكسيد المانجانيز و هنيجي بعد كده ننقط عليه مادة المادة دي اسمها فوق اكسيد الهايدروجين في الامع اللي فوق ده هنيجي كده نجيب حاجة اسمها فوق اكسيد الهايدروجين او بيسموها ماء الاكسجين طيب لما نقط كده وينزل فوق اكسيد الهايدروجين ده على ثاني اكسيد المانجانيز ايه اللي بيحصل هنلاقي في غاز طلع ومشي في الانبوبة الرفيعة دي هيت ويدخل في اللسطوانة اللي محطوطة بوضع مقلوب وفيها مية يبدأ الغاز يتجمع فوق ويعمل ازاحة للمية لاسفل طب تعالوا نشوف بقى هو بقى ايه اللي حصل في التجربة دي اللي حصل يا ولاد اني غاز الاكسجين حضرناه الغاز اللي طلع ده تجمع فوق المية وخلى المية نزل تحت ده غاز الاكسجين اللي حصل اني محلول فوق اكسيد الهايدروجين او ماء الاكسجين اللي انا قطو ده لما نزل تحت اللي حصل له لقى مادة اسمها ثاني اكسيد المانجانيز انا حطوها تحت المادة دي اسمها عامل حفاز هتخلي الاكسيد الهايدروجين فوق اكسيد الهايدروجين ده يحصل له انحيلال. انحيلال يعني كانه تكسر لحتتين. اتكسر لمية وتكسر لغاز اوكسجين اللي هو الغاز اللي تصاعد ومش من الانبوبة الرفيعة. طيب. الغاز ده لما راح للااا الاستيونة المقلوبة دي هات اللي فيها مية عمل ايه? هو ما بيدومش في المية شحيش الزوابان في المية. فضغط على المية والمية نزلت له تحت وهو تجمع فوق. يبقى الغاز الاكسوجين لما باجي اجمعه بقول بيتجمع بطريقة اسمها ازاحة الماء لاسفل يعني يطلع هو يعمل يحل محل المية فوق ويضغط على المية هي اللي تنزل ايه لتحت طب ليه لانه ما بيدوبش في المية شايفين كده المعادلة بقى اللي قدامنا دي بتقول لي ان فوق اكسيد الهايدروجين بيتكسر او بيصله انحلال المية والغاز الاكسوجين بس لازم يكون في عامل مساعد اسمه ثاني اكسيد المانجانيز طب يعني ايه عامل مساعد او عامل حفاز يعني مادة المادة دي هحطها في التفاعل بتاعي عشان تزود سرعته بس يعني بتزود سرعة انحلال بتاع فوق اكسيد الهايدروجين لكن ما بتخشش في التفاعل يعني ولا هترتبط بالمادة اللي انا اللي هي فوق اكسيد الهايدروجين ولا هيحصل تغيير في خواصها ولا في كميتها هي كل اللي بتعمله هي بس بتزود للسرعة بتنشط التفاعل مش اكتر من كده وعشان كده سميناها عامل مساعد او عامل حفاز زي ما دخلت في التفاعل زي ما حطتها هشيلها هلا ايه زي ما هي ما حصل لاش اي تغيير تمام يا ولاد يبقى تاني نجي بصورة الجهاز بتاعنا هو هنا قلنا في تحت مين المادة اللي تحدي ثاني اكسيد المنجانيز وفوق هنا القمع ده حطيت في ايه حطيت في محلول فوق اكسيد الهايدروجين وبدأت تنقض تحت هيبدأ يتصاعد غاز يمشي في الانبوبة دي هيت هيلاقي هنا هوت استوانة مقلوبة في خوط في مية فايه اللي يحصل هيبدأ فققيع الغاز تطلع تنزل المية التحت تعمل لها ازاحة لاسفل ويتجمع فوقية غاز الاكسوجين لانه شحيح الزوابان في الماء لحد هنا نكون خلصنا درس النهاردة تابعوني في الفيديو اللي جاي عشان نكمل درس الاكسوجين بتاعنا هنعرف الخواص بتاعت الاكسوجين واستخداماته بالتوفي يا ولاد